السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ويسعدنا أن نلتقي بكم في هذه الإحاطة الاستثنائية لإلقاء الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 السيدات والسادة تبوأت دولة الإمارات مكانة عالية وأصبحت نموذجا عالميا استثنائيا وبشهادة دولية واسعة وكانت من أوائل الدول التي حققت انتصارا عظيما في احتواء التحديات التي عصفت بها بكل مرونة وشفافية واحترافية بذلت حكومة دولة الإمارات جهودا حفيثة خلال الفترة الماضية وذلك سعيا في احتواء أشد تحديات عصرنا الحالي جائحة كوفيد-19 التي ألقت بضلالها على العالم وغيرت مسار حياتنا لنصبح اليوم أكثر وعيا في كيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض التي تصيب الإنسان كثف القطاع الصحي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية جهوده وسخر كل طاقاته وإمكانياته للتعامل مع الأزمة الصحية إيمانا بأن صحة المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة السيدات والسادة نؤكد لجمهورنا الكريم على استمرار القطاع الصحي في مراقبة الأوضاع وتطبيق التقصي النشط في كل مناطق الدولة ففي شهر سبتمبر الماضي أعلننا عن عدد من الإجراءات للتخفيف من القيود المتعلقة بكوفيد-19 اليوم نزف لكم خبر المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود وذلك بعد دراسة الوضع الوبائي في الدولة مع مراقبة نسب الأشغال في المستشفيات والعناية المركزة للحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 كما نود الإشارة أن جميع القرارات المعلن عنها والتي سنعلن عنها في إحاطتنا اليوم جاءت وفق دراسة دقيقة وبحث مستمر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وسيتم تفعيلها الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين المقبل الموافق 7 نوفمبر 2022 السيدات والسادة نعلن اليوم عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 وسيكون لبس الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختياريا مع عدى المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا بالنسبة للمساجد والمصليات فإننا نعلن أيضا عن اختيارية الصلاة على السجادة الشخصية إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل الغرار بالنسبة لتطبيق الحصن سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة أما الفعاليات والأنشطة الرياضية فأنه يجوز للجهات المنظمة على المستوى الوطني والمحلي طلب الفحوصات المسبقة أو شهادات التطعيم حسب نوعية أو أهمية النشاط والفعالية السيدات والسادة نعلن أيضا اليوم عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بالقطاع الصحي حيث أنه سيتم إدراج فيروس كوفيد-19 في برنامج الترصد النشط الوطني للإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة أيضا سيتم دعم البحوث العلمية والدراسات الجنية لمتابعة الأمراض البكتيرية والفيروسية كذلك الترصد اليقظ ومتابعة تعزيز وتطوير قدرات الاستجابة للجهات الصحية والجهات الأخرى مع أي متقيرات مستقبلية أو أحداث طارية كما أنه سيتم الإبقاء على الإمكانيات الصحية المتعلقة بالفحص المخبري والعلاج والإبقاء على فترة العزل لمدة خمسة أيام للمصابين بكوفيد-19 السيدات والسادة حرصا على صحة وسلامة الجميع ودعما لجهود كافة الجهات المعنية بالجائحة الصحية سيتم الاستمرار في توعية المجتمع بمخاطر فيروس كوفيد-19 بشكل خاص والإنفلونزا المونسومية بشكل عام بالنسبة للحالات اليومية فإننا مستمرين في توفير بياناتها للمحدثة في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة التحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جميع الإجرات التي أعلننا عنها في إحاطتنا اليوم قابلة للتحديث والتقيير حسب مستجدات الوضع الوبائي في الدولة وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في وقتها السيدات والسادة تكاتفنا معا في ظل الثلاث السنوات الماضية حرصا على صحة وسلامة أحبائنا وخاصة من فئات كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة جهودنا المبذولة معا جاءت بثمارها اليوم وذلك بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وقراراتها الحكيمة في التعامل مع الجائحة وأيضا الجهود المجتمعية والمسؤولية الذاتية لدى كل فرد من أفراد مجتمع الدولة شهدنا في الفترة الماضية مستوى انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة والوفيات الأمر الذي يدل على مدى وعي المجتمع وتطبيقه لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامته وصحته وحفاظا على مكتسبات الدولة وما حققته من منجزات استثنائية ختاما نشيد باستمرار التزامكم وتضامنكم في المرحلة المقبلة حتى نحافظ على ما حققنا في فترة التعافي ونحن على ثقة عالية في مجتمع دولة الإمارات ومدى وعيه في المسؤولية الذاتية وخاصة بعدما تجاوزنا المراحل الصعبة من الوباء وتخطيناها بكل احترافية وكفاءة حتى وصولنا لهذا الاستقرار ولله الحمد حفظ الله دولة الإمارات قيادة وشعبا ورفع عنا البلاء والوباء ودام الجميع بصحة وخير وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة